السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من تلفزيون الكوت وقفت الكويت صفا واحدا خلف شهداء مسجد الإمام الصادق عليه السلام وصلت صلاة جامعة واحدة موحدة شكلت الصفوف المتراصة مشهدا من مشاهد الوحدة الإسلامية التي تحتاج إليها دول المنطقة مشاهد هي أصدق إنباء عن حال الكويت في الرد على أصحاب الأحزمة الناسفة رد أحبط أهداف الانتحاريين منذ اللحظة الأولى للانفجار حين تكاتف الكويتيون ووقفوا في صف واحد ضد الإرهاب وقرروا أن يواجهوا مشاريع الفتنة ويحم الكويت من يوم كان شره مستطيرا وعلى عكس تمنيات الانتحاريين غصت مساجد الكويت بالمصلين في ظل تعاون بين رجال الأمن والجان المساجد فوت الفرصة على المتربصين بصلاة الجمعة وأجبر الخلايا النائمة على البقاء في جحورها تنتظر مصيرها المحتوم في حرب هي أعلنتها على نفسها وهي التي تتحمل مسؤولية النتائج خطب الجمعة كلها من المسجد الكبير بحضور سمو الأمير وأركان الدولة من وزراء ونواب ومسؤولين إلى مساجد الكويت كافة صدحت الخطب بحفظ الكويت والدعاء لها بالسلامة والأمن صلاة الجمعة اليوم أسست لفعل وطني كبير سيشكل درعا يحمي البلاد من المشاريع المشبوهة اشتركوا في القناة